شكراً أخونا وشكراً لصاحب التدخل على هذا الترجيع والفترح بالنسبة لرشيد بن عيسى أنا شفته بعض الفيديوهات يبدو لأنه يبالغ كثيراً في تصوره يعني هو استنتاج شخصي هو إنسان يحبي يقترح ما هيش يعني يبني على مصادر ومقالات وبحوث يعني هو وجهة نظره شخصية أنه يتمكن من اللسانيات واللغويات فتوصل إلى أن الأمازيغية أصلها عربي وكل الكلمات اللي فيها عربية والجزائريين كلهم من أصل واحد أنا ما ظنيتش لا أتوقع أن الأمازيغية أصلها عربي في الأمازيغية الحالية فيها كثير من كلمات العربية بحكم الاختلاط الزمني طويل لكن الأمازيغية كلغة موجودة مستقلة قبل ما تختلط بالكلام العربي أما الأصل الجزائريين هل هم كلهم فينيقيين أو لا مستحيل مستحيل على الإطلاق الجزائريين مختلطين اختلاط لا يخطروا على بات لأن أحداث تاريخية اللي صارت في هذا الأرض تثبت لما تشوف على سبيل المثال مؤخرا فقط اختلطنا بالأتراك وجات هجرة تركية كبيرة شريحة لا تقل أهمية لدرجة أنها وضعت البصمة تعرفوا أنتم كلمة بشكير مثلا كلمة بشكير هذه رأي كلمة تركية وكلمة كثيرة في الكلام اللي يقولوه الجزائريين كلهم حتى بلك في تمرست يقولها جاية من اختلاط الجزائريين مع الأتراك فأثري المجتمع الجزائري بعرق تركي وباليسان تركي بصمم زيد ثراء أنا نشوف فيها اختلاط العراق ماهوش ما منقصها بل زيادة في الثراء وزيادة في هذا التنوع البشري كما أنه لو قبلهم نشوفوا في الهجرات العربية اختلطت أو اكتسبت الأرض طابع عربي جديد في الكلام وفي العرق وحتى في التناسل وفي التزاوج وقبله كانت روما وبيزنطا حاضرة بقوة وقبلهم كانوا الفينقيين والبربر فكون الجزائري كلهم فينقيين هذا بعيد كل البعد وأصلاً كون الجزائري كلهم من عرق واحد مستحيل مستحيل على دولة واسعة كما الجزائر وعلى دولة في موقع الجزائر وبما مر عليها على بلكم الوندال على سبيل المثال الوندال كل الأمم اللي كانت تجي كانت تطروح إلا الوندال والأتراك أذنما لما جووا مراحوش الوندال جوا هجموا على بيزنطا وهجموا على شمال إفريقيا ولكنهم بقعوا إلى يوم نهات كان جزائريين من أصل ألمانيا ويندالي كان جزائريين من أصل تركيا هذوما على عكس روما مثلا لأغلبها بعد سقوط روما راحوا والاحتلال فرنسي راحوا فالجزائر بعيدة كل البعد على أن تكون من عرق واحد ولا حتى لهجتها من أصل كلام واحد بارك الله فيك دكتور نوري تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لجميع الشرفاء تحية الجزائريين الأقحاح تحية لفرنشي عودة ميمونة أنا عندي سؤال لدكتور دونير قبل هذا حابيت نقول ربي وفق الجزائر أنها تفوتها للبحر الأبيض المتوسط بخير والأخير وتبقى في التاريخ خطرة نحن ناس عيشين بالأمل وعننا ثيقة دائما إننا ديما من الأفضل إننا ديما من الحسن الأحسن إن شاء الله دائما نعيش بالأمل ما عندناش خلاف الأمل دائما نعيش بالأمل إن شاء الله ربي تفوت على خير وتكون طبعة متميزة ولما لا لأن الجزائر قارة والجزائر عندها رجال بالنسبة لسؤال محمد دومير امتدات الدولة العثمانية خاصة في الشرق نظرنا ما فاتش قسنطينا لأنه لأنه هنا حسب ما قرية أنا قرية كتب منطقة أو رسلنا أمامي كانوا ما يخلصوش حسب ما قرية كانوا ما يخلصوش الضارة ماش مخاض عين محبوش يخلصوش ثم كانوا بدوا وروحولهما وكانوا حتى يبعثوا لهم من قسنطين مرسول للضرائب وكذا كانوا يا إما يبعثوا رأسه نحوله رأسه ويبعثوه يا إما ما يخلصوش يقتلوهما يخلصوه إما يخلصوهما يخلصوه في إما يسيبوه ويروح وكانوا دائما في ترحال دائما يبدلوا المكان قتل المنطقة شاسع يبدلوا المكان يعني بالصحب تشوف الأثار حتى الأثار الأثمانية نقصة في الجهاد كانت تقريبا كان في فركان كان زاوية منظر كان زاوية وفركان زاوية أثمانية يعني تقدر تفيدنا يعني بمعلومات تاريخية للمنطقة هذه لأنني حسب ما قرية هذه المعلومات المتوفرة منطقة أوراس لنا ما مشاه والسلام عليكم ورانا في الاستماع تحية الجيش الوطني الشعبي دائما وأبدا وتحية الجزائي مراك الله فيك أخي الباهي بالنسبة للحضور العثماني في الشرق أظنه ما هوش قليل ربما منطقة الأوراس هي الأوراس بالضبط قمة الجبال ما بين باتنا وخنشلة هذهك ما عنديش طلاع لكن في تبسة مثلا كان عائلات تركية كثيرة وكان حاكم تبسة كان تركي حتى أنه أحد أحد ركائز العلماء المسلمين في تبسة كان من أصل تركي في وقت الثورة في وقت الاحتلال فرنسي معناها بصمة الأتراك في تبسة كبيرة وهي تبسة جاية في أقصى الشرق أما عن الجنوب نحن نعرف أنه دخلوا حتى ضموا تقورت وضموا ورقلة هذه كل كانت تابعة للدولة العثمانية وأيضا أدرار في أقصى الجنوب أدرار اللي كان اسمها توات لما دخل الاستعمار الفرنسي بعثلهم مالك المروق قال لهم الاحتلال الفرنسي راه ودخل الشمال لجزائر وعلىها ما تنظموش نتومة للمروق وتولوا تابعين لي وبهما تحتلكمش فرنسا لأنني درت معها تفاوضة فهما قالوا له نحن سنظل ندفع الدية لفرنسا اللي احتلت الجزائر مثل ما كنا ندفع مش الدية نقصد الجزية ولا هذيك الزكاة السنوية سنظل ندفع الزكاة لفرنسا مثل ما كنا ندفعها للداي وقت الداية معناها تأدرار كانوا يدفعوا زكاتهم السنوية ولا ضاربتهم السنوية للداي وهما في أقصى الصحراء فما ظنيتش كان الشرق راح يكون أبعد عليهم من أدرار كما أنه كان واحد الفكرة ولا واحد الفيلق عسكري كانوا يقول لهم صبايحية صبايحية من وقت الداي العثماني من وقت الدايات كانوا صبايحية الصبايحية هذو ما كانت مهمتهم يدوروا ويجمعوا الزكاة بالقوة للناس اللي ما تحبش تدفع وشفنا كثير من الاحتكاكات فعلا كما كنت تقول الاحتكاكات الدموية ما بين الصبايحية والناس الأوراس اللي كانوا في كل مرة يرفضوا هذا الدفع الدفع الضريبة للداية مبارك الله فيك فضل الله غريب غريب فضل الله السلام عليكم السلام ورحمة الله لما تكلم الأستاذ على بيبان الحديد بيبان الحديد يا دكتور الأمير عبدالقادر تحمى بهم بيبان الحديد جبل ربي يحتل 1839 باش خرج من بيبان الحديد على حساب يعني واشقرنا ولكن مداخلتي دكتور أنا حبيت نكلمك على واحد المؤرخ من أصول المغرب الأقصى أنا قرأت له شوية ولكن شفت تناقض كبير تناقض كبير وهو أبو عباس أحمد بن خالد الناصري بديت نقله في النسخة تعهو بيدياف للاستقصى لأخبار للمغرب الأقصى وهذا أحمد بن خالد الناصري هو مؤرخ نتع البلاط والله نتع السلطنة المغربية ولد في 1835 وتوفيه في 1897 يعني عاصر بزاف السلطان هشام بن عبد الرحمن وعاصر في وقته يعني لا ريزيستانس تعهو الأمير عبدالقادر أنا قرأت النسخة تعهو اللولة المطبوعة في 1894 بمطبعة بولاق بالقاهرة وكمباريتها مع الطبعة الثانية تعهو في 1997 بالدار البيضاء المطبعة يسميها دار الكتاب الله ما أعلم فيها تحريف كبير يا أستاذ والله هذا المروق يعني كي تقرأ الطبعة بيدياف نتاعو المطبوعة في 1894 بمطبعة البولاق يعني يهضر على وجدة الجزائرية يهضر على 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 يعني على الجزائر يهضر على يعني الجزائر كما نعرفه ولكن الطبعة الثانية تعهو المؤرخ أحمد بن عبدالخالد الناصري الكتاب بتاعو الاستقصار الطبعة الثانية تع 1997 يعني ما عندهاش 20 سنة محرفة 100% يعني الناس اللي تقرأ هذا الكتاب ما تقرأش الطبعة الثانية تع 1997 يروحوا للطبعة الأصلية تع 1894 بمطبعات البولاق والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام يعطيك الصحة أنا أيضا وقفت مثلك يا أستاذي على تظوير عيني عينك في موقع موقع وزارة الشؤون الدينية معناها موقع رسمي وهيئة رسمية وهيئة معتمدة على أنها خاصة بالشؤون الدينية لكن عوام هما أهل دين ممثلين للدين معناها أمينين على المعلومة التاريخية أكثر من أي وحدة أخر لكن هم يحرفون كلام عن موضعه ويقتبسوا بالناقص ويغيروا الكلمات فقط لما يتعلق خاصة فيما يتعلق بتاريخ حدودهم الجغرافية فإلا كان لقيت موضوع يحكي على الوجدة الجزائرية هذا إما يبطروه ولا يغيروه أنا لقيت واحد الرسالة قديمة ياسر ترجع الوقت اسماعيل الملك اسماعيل ولكف يقولوله لقيتها مطبوعة عندي المخطوط الأصلي أصلا أني انشرت لها فيديو المخطوط بخط اليد مطبوعة في المروك ومنسوخ في المروك ومحفوظ في النسخ الإلكترونية الفرنسية من بعد كي لما طبع الكتاب وطبعت هذا الرسالة اللي فيه من حاكم الجزائر إلى ملك اسماعيل يوبخ فيه في توبيخ كبير ويهدد فيه فيه تهديد كبير على ذنوب يقوله ما عادش تطاكي أهلتي الإمسان وأهل وجدة وما عادش تتحرش بهم عبارات قاسية جدا وهذه الرسالة عرضوها في موقع الشؤون الدينية التاحم والكلام اللي تغير تغير والسطور التي حذفت حذفت معناها ما تتوقعش منهم الأمانة التاريخية فيما يتعلق بحدودهم الجغرافية تاريخيا لأنه راح تفند ما تفندش فقط تسطورة نوتيل المسان المروكية ولا وجدة مروكية بل هو ما عنده مشكلة كبيرة مع الصحر الغربية الصحر الغربية لو كانت تطلع لهم مستحيل يقدروا يصار حرواحهم تاريخيا بأنه ما كانت تشتبع عليهم لهذا تلقاهم مجبارين على كما ما نحبش نشبه خوتي هما مسلمين ما نحبش نشبههم باليهود لكن هذا تصرف يتشبه اليهود يغيرون الكلام عن موقعه وموضعه فقط لأجل مصلحة الدنياوية الله المستعى أسمح لي برك دكتور علشان وضحت هذا الأمر لأن أبو عباس أحمد بن خالد الناصري والكتاب بتاعه في تسع أجزاء الاستقصى لأخبار المغرب الأقصى هذا المؤرخ هو مؤرخ نتع البلاط وكان مخزني يعني تولى عدة مناصب كما إدارة الأحباس في المغرب الكتاب بتاعه هذا النسخة الأصلية فيها الصحراء غير مغربية يهضر على حدود ودنون ويهضر على ويد ملوية ويهضر على الأمير عبدالقادر لما كان في وجداك أنه كان في بلاده ومبعد روح البلاده وهذا الكتاب إلى يومنا هذا النسخة الأصلية المطبوعة بالقاهرة 1894 بمطبعة البولاق ممنوعة في المغرب كون يسيبوها عندك في المغرب في المروق كأنها جريمة إلى يومنا هذا النسخة يعني الأصلية ممنوعة هي كاينة بيدياف ولكن تقدر تقرأها ولكن كون يسيبو عندك الكتاب هذا النسخة الأصلية اللي هي يقر فيها مؤرخ البلاط يعني مؤرخ انتاحهم اللي كان عنده مناصب مخزنية يقر فيها عدة حقائق تمجد الدولة الجزائرية وأن الصحراء الغربية غربية ولم تكن في يوم من الأيام مروقية ممنوع من عمبات النسخة الأصلية هي في مطبعات البولاق ونقول خاوتنا روح وحوسوا على الكتاب اسمه الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى للمؤرخ أحمد بن خالد الناصري المولود سنة 1835 وتوفي 1897 وهو بنفسه اللي يطبع في القاهرة سنة 1894 السلام عليكم ورحمة الله شوفوا الحضايق عليكم السلام ورحمة الله يعني بمناسبة أنه جبدنا موضوع الصحراء الغربية رامعنا الأستاذ نفعي أستاذ أخونا من الصحراء الغربية ممكن يفيدنا موضوع مرحبا بيك أستاذ نفعي السلام عليكم السلام عليكم إخوة كيف الحال كيف المساء لا فرونش يا عبدالقادر مرحبا بي أهلا ومرحبا الدكتور محمد دومير دكتور عندي مجموعة أسئلة فيما يخص تاريخ المغرب الأقصى ودولة مراكش كما يعرف أريد منك بحث معمق لأن هذه الدولة لم تكن دولة موحدة كانت هناك إمارة مراكش وإمارة فاس وإمارة تلاء إمارة تلاء كانوا فيها الموريسكي والإندلسيون كان عند نظام حكم خاص كانت قاعدة الجهاد الإسلامي الجهاد البحري الإسلامي هذا من جانب من جانب آخر أريد أن تبحث لنا دكتور على السلطان بوحمارة في منطقة فاس ومكناس المنشق عن الدولة الحالية عن نظام المخزر الحالي هناك نقطة أخرى دكتور يريد توضح فيها خصوص نظام القياد في المغرب لأن كل قاعد كان يشكل إمارة في إبان المرحلة ما قبل نظام الاستعمار الفرنسي الذي كانت تشهده من منطقة المغرب الأقصى لأن كل قاعد في منطقة معينة كان يتعامل مع الاستعمار بشكل منفرد ثانيا نقطة أخرى إمارة وادنون إمارة وادنون كانت مستقلة عن نظام المخزن مجرد مجموعة أفكار نريد أنك تشرحها لنو تخصصنا لها حلقة دكتور محمد دمير نأوطي لعليكم إخوة توفيق إضافة تاريخ المغربي تاريخ دولة المخزن هو مزور تاريخ بلعط تاريخ سلاطين تكون هاي المعلومة مفهومة عندكم الله يروا حقيقة كان كلام أقسم عليه بالله العظيم أن التاريخ مزور تاريخ مزور بإطلاع البسيط سطحي على كتب التاريخ اكتشف تزوير رسمي في مواضيع حساسة جدا مفروض الأكاديميين لما يزوروا الساسة ولا يزوروا علماء البلاط مفروض الأكاديميين ما يزوروش ولا الباحثين الجديين أنا مرة لقيت عبد الكريم بن طالب هذا جزائري نعرفوه جزائري في الدولة العثمانية وموليد الجزائر وعائلته جزائرية ودخلت ذات يوم نقرأ في كتاب مروكي لقيته يقول السفير المغربي عبد الكريم بن طالب فاقلت بألك تشابه أسماء حققت نلقى يحكي على عبد الكريم بن طالب بتاعنا مغربي أوكي لعل مغربي يقصد به من المغرب الكبير رحت بحثت على عبد الكريم بن طالب في المخطوطات المروقية والمطبوعات التاحم لطابعتها النخبة نلقاهم مجمعين على أنه عبد الكريم بن طالب مروقي لماذا؟ لأنه جتهم كبيرة أنه ممثل الملك التاحم والسفير التاحم في أوروبا يكون جزائري هو جزائري وراح من الجزائر افتتح نقطة تجارة هو تاجر افتتح نقطة تجارة ما بين البحر العبيد المتوسط الأوروبي والأفريقي ويسهل فيها النقل البري مباشر عبر مضيق جبل طارق ودار بيزنس كبير ومن بعد السيد ولا مقرب للملك ولما شاف الدايل الجزائري أنه مقرب للملك قال له نعينك سفيرا جزائريا لدى ملك المروك لما تعين سفير أصبح مقرب من الملك لدرجة كبيرة صديقه وأصبح كثير السفار لأوروبا ويدخل هذا عبد الكريم من طالب يدخل على كل ملوك أوروبا باسم الصداقة يدخل في مجالسهم وقصورهم ويجلسوا معه ويرتحولوا كثيرا فذات يوم طلب منه ملك المروك أنه يفريله قضية مع البرتغاليين يعني يتودد له ويتوسط له في واحد الإشكال تقرصنا عند البرتغاليين فوعدوا عبد الكريم بن طالب أنه في أقرب صفر يشوف له مع ملك البرتغال وحلوا الإشكال هذا الدبلوماسي العائق حله له عبد الكريم بن طالب فأصبح عبد الكريم بن طالب في إحدى الأزمات ممثلا للمملكة المروكية في أوروبا أصبح كل ما يخص المروك يتكفل به عبد الكريم بن طالب ويحللهم هذا المشكل ومن بعد كونه العب في فترة من حياته هذا الدور السياسي والديبلوماسي الخارجي باسم المروك أصبح ينسبونه للمروك لكن لو ترجع فقط قبل تعيينه ولا قبل نزوله في المروك راح تلقاه جزائري وانا درت فيديو أيضا حلقة سميتها عبد الكريم بن طالب مباشرة وحكيت أصله الجزائري وشكون هو تبعت الوثائق سيرتوا كاملة وخيروا دليل بشوفوا الخيانة من بعد الله يا ما نشتيش نوصف خوتنا بالخيانة لكن ربما أتحدث مباشرة على نظامهم وليس على شعبهم على كل حد عبد الكريم بن طالب هذا عاش هذه الفترة اللي سقطت فيها الجزائر بيد الاحتلال الفرنسي سوف يطور ربي في عمره حتى الميلوي سان ترونت لما كان في المروك في طنجة سمع بأن الجزائر غزتها فرنسا راح استأجه هو كان رجل مسن وقتها استأجر شباب من سلا وقال لهم ومن طنجة وقال لهم تروحوا باسم القرصنة تتهجموا على أي سفينة فرنسية في البحر وتجيبوها عندي أنا هنا لطنجة كردة فعل منه أو لمسة منه فرد ثاري عنده الدراهم عايش في المروك أنه ينصر بلاده ويواجه هذه الحملة اللي رأي تدير فيها فرنسا فخرجوا الشباب بتاع المروك مدفوعين بدراهم قدموا خدمة لعبد الكريم بن طالب وين أسروا له عدة سفن وجابوهم للشواطع طنجة مباشرة الملك تاع فرنسا بعث رسالة للملك المروك قالوا فورا تحرر لهذا السفن وهذا الأسر الفرنسيين اللي رأهم عندك ورأها أمر عبد الكريم بن طالب أنهم يحجزوا فكل ما فعله المروك أنه نسي الخير والفضل تاع عبد الكريم بن طالب ووضعوه قيد الإقامة الجبرية وأخلوا سبيل هذوك السفن وهذوك الفرنسيين وردوهم الفرنسا والغالب المحاولة لتاع عبد الكريم بن طالب على الأقل إضعاف الهجومات الفرنسية على الجزائر في الأخير فشلوا هالو المرار كالملك المروكي مقدرش يكون فعال في رد الهجوم وحتى مات في المروك رحمة الله عليه هذا لو كان تدخل في التاريخ المروكي حتى الأكاديمي يعني تلقى دكتوراه أو بروفيسور في التاريخ مفروض أنا بالنسبة لي هو لا شيء في التحقيق التاريخي وفي البحث مفروض تطلع وتعلم ما يجوزلكش أنك تنسب عبد الكريم المروكي إلى المروكي يعني ماهوش كل من تسكن عندكم عام ولا عامين ولا توظف كاديبل وماسي عندكم قولوا مروكي لهذا أنا متأكد تماما ووقفت كثيرا على عملية تزوير ممنهجة ماهيش عشوائية ولا أخطاء ولا هفوات ممنهجة لأنه تاريخهم كان يخونا نفعي يقول مملكة فاس وحدها ومملكة مراكش وحدها هذه وحدها قادرة تفني فند عدة ادعاءات حالية بكون تيلمسان تابع عليهم ولا وجدة تابع عليهم ولا مرات لما ما يلقوا ما يديروا ولا يدافعوا بالهجوم يقول لك حتى تندوف وحتى نهر نيجر ونهر ما عرف واش هذي كل تابع للمروك ما عرف أنا أسكو أسكو اللي تقولوا السلام عليكم اللي تابع عليك ما فهمتش والله يا دكتور يعني ندخل بالكخويا برو برو أنا والله وقفت على حديثتين في يعني الأكاديميين تاوحم حديثتين يعني في التاريخ المعاصر تعنات على وقتنا في القناة الرسمية تاحم ينسبوا شيخ مالعينين وحمد الهيبة ينسبوهم كأنهم مروكيين وهما من المقاومين من الصحراء الغربية وكذلك وقفت عندها واحد الشهر في واحد القناة التحهم الرسمية يعني الأكاديميين تحهمهم بيعين المقاومة انتع 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 الشلوح في الجبال الأطلس ضد يعني المخزن وبالصور ضد المخزن وضد القلاوي مصورينها كأنها مقاومة ضد الاستعمار الفرنسي والله يعني بقيت متعجب سيرتو لما ينسبوا شيخ مالعينين ووليده وحمد الهيبة ومقاومتهم للاستعمار الفرنسي كما جاء ديرلا كارقيزان تاعه اللولة في بشار سبحان الله ينسبوهم كأنهم قاومين كأنوا تابعين ومدين الولاء للسلطان في مراكش لا إلهي الله محمد رسول الله سعرف كيف أهتفهم الموضوع بكبير بارك الله فيك على الإضافة لو كان نتخيل رواحنا للحظة من اللحظات رانا من هذوك البياض قطاع المخزن فلنكن نلبس جلدهم يعني ونهتر أنا نظن أي شخصية عالمية لازم أول حاجة تكون تابعة لنا أي بصمة مليحة في التاريخ تكون تابعة لنا لازم يكون تشيكي فارا جزائري ولازم يكون فولان جزائري وجمال عبد الناصر أصله من سكيك وهلهم مجر وذورك لازم مالي والنيجري يقولوا تابعين للجزائر قبل فرنسا كانوا تابعين لنا والسودان واحد الوقت سافر لها مواطن جزائري معناها راهي جزائرية ويقولوا الأهرامات بنوها للجزائريين فخير روحك أنت تمشي بهذاك المنطق وتبدأ تصنع في تاريخ ونعرف أنت الكذب بيخي حباله وكسيرة والشمس ما تتغطاش بالغربال وكما كان يقول الأخ طبعة تا القاهرة طبعة تا المروق فيها تزوير ما بين 150 سنة زوروا الكتاب كامل وين راح تغطي وجهك من النسخة الأصلية قدام ولادك لو كان أنت مروقي وتعرض الولدك ولا التلميذ تاعك هذا الكتاب الطبعة المغربية يكبر شوي ويتفتح عينيه ويحب يقرأ التاريخ من جديد يلقي كون تكذب عليه وكان نسخة أصلية تزورت الشمس ما تغطاش بالغربال وإلا إحنا الجزائريين عندنا تاريخ فيه وقت وين سدنا العالم وفيه وقت وين أصابنا الركود والهوان لدرجة كبيرة إحنا الظرور كان نحكو في التاريخ الفرنسي وهو استعمار وهو احتلال أرضنا وصارقة الأموالنا واختصاب الممتلكاتنا ولكن هذه حقيقة فترة من فترات التاريخ مرت ركود وجماد على الجزائر وما نشح رد هل كان فترة الاحتلال كامل بطولات صح كانت الجزائر من فترة الفترة تولد بطل وثائر لكن كانت فترة هوان نعم كانت فترة هوان كانت فترة ضعف وجهل وفقر نعم هذا هو التاريخ ومنها ولدت في رحم هذه الفوضى الجزائرية ولدت ثورة والثورة ذيك حررت البلاد وذرك أيضا رانا في الوقت الحالي رانا تحديات أخرى في المستقبل راح يلو معلنا أولادنا يقول لك انت يا بابا مني كنت شباب رك خليت البلاد فهذاك الركود أخلاقي ولا علمي ولا كوسوس نحن الآن نصنع التاريخ أنا مسؤول عما أصنعه أنا بصمتي في الحياة لكن ما صنعه أبي وجدي وجد جدي يكفيني أني نقراه فقط لكان فيه ما يشرف نقف ونرفع رأسي ونقوله لكان فيه حاجة ما تشرفنيش دالها جدي فإني نتعلم منها كيف أن لا أعيدها وأن أورث لأبنائي دروس من التاريخ مستفيدا مما وقع في الماضي معناها التاريخ ماهوش لازم نصنعوه وإنما لازم نقروه بارك ونستفيده منه أستاذ كيفاش تفسر سؤال آخر بارك باش ما نحتكرش الكلمة كيفاش تفسر يعني نفسي يعني العائلة العلوية امضات الحماية في 1912 ضد إخواننا في الصحراء الغربية وضد مقاومة الشلوح وتمردهم في جبال أطلس والآن يعني قرابة قرن نشوفوا في القنوات الرسمية تحم يقرروا لولادهم باللي فرنسا كانت استعمار وما كانتش حماية يقولوا الاستعمار الفرنسي أنا ما نعرش باللي فرنسا كانت مستعمارة المروك هوا في نفس العائلة قاعدة تزور وعلى أعين العالم نشوفوا في القنوات الرسمية تحم بعض الأشريطة وإبان الاستعمار الفرنسي لم يكن عندكم استعمار كانت عندكم حماية ضد شعبكم وضد المقاومة في الجنوب في الساقية الحمراء الشيخ أحمد الهيبا وباباها شيخ ما العينين يعني ما زلهم يزوروا إلى يومنا هذا يستعملوا صور في أشريطة عند شهرين من يشتوش يستعملوا صور حقيقية لإذطهاد المخزن للشلوح في الأطلس ويروجوا لها كأنهم كانوا يقاوموا في الاستعمار الفرنسي لا إله إلا الله هذا الجنس هذا جام يشفناه كلمة الحماية بها بها يزدوا يرسخوا مفهوم أن الصحراء الغربية كانت لهم زادوا لها الحماية الإسبانية والحماية الفرنسية قبل كنا نسمعوا عن الحماية الفرنسية للمغرب وذركوا يقولوا استقل المغرب عن الحماية الفرنسية والحماية الإسبانية هذه الثنارة جديدة يعني يقولك اكذب وكرر كذبة حتى يصدقوها الناس لكن مهما واش صدقوها الناس من شعبك ولا حتى تكذب على ناس من بره كان الناس ليتقرأ كان الناس ليتبع وكان الناس ليتفهم اللي هما راح يعودوا يقلبوا عليك طاولة في أي لحظة يجب دولك وثيقة ولا منصحكم واحد الموقع في الانترنت فيه الوثائق التاريخية كثير من الوثائق المخطوطات الأصلية هذا الموقع هو المكتبة الفرنسية للمخطوطات اللي سرقتها من زاير ومن المروك فحصلوا هما على كثير من المخطوطات الأصلية ودوها فيما سرق من الأرشيف وسكانوها ودركة راح يمتوفرة أون ليني في هذه المكتبة الإلكترونية أغلب الوثائق الجزائرية المسروقة راح يمتوفرة فيه وننتمتع ونلقى وقت ندخل لهذه المكتبة ونبحث على مواضيع معينة هو يطلع لمخطوطات سيرتوه بخط اليد وبعض العدول وبعض المعاهدات وبعض الكتب العلمية راح موجودة بخط اليد فهذاك ننسحكم اسمه galica.pnf.fr فيه كثير من المعلومات الأصلية هنا ما يقدرش يزورها عليك حتى وعد بسكو راح يسكنيلك النسخة الأصلية ويعطيك الريفيرونس داعها في المكتبة في باريس اللي كان واحد يعد موجودة في فرنسا يقدرش يجوحش في النسخة الورقية هنا ركعت تقرف التاريخ من المصادر التعوي حقيقة غريبة بارك أستاذنا في هذا فيديو سنجوز لك السلام عليكم دكتور محمد دمر شكرا على المعلومات بالنسبة بالنسبة لنظام الحماية اللي كان تعرض للمغرب الأقصى كفكرة كفكرة بشيفهم والإخوة الجزائري ونشكر للإخوة الجزائري لأنهم التاريخ لم يزوروا لم يغيروا التاريخ سواء نسلبي أو إيجابي وهذه صراحة نحي على الأخوة الجزائري عكس الدولة المخزنية الدولة المخزنية تغير التاريخ تغير وتحور أطمعها أطمعها في المنطقة إلى جينا للفكر الفكر اللي عند النظام المخزن حدود نهر السيني قال تنبكتو الجزائر بما فيها الصحراء الغربية بالتالي دولة مثلا دولة كان عندها تأثير في منطقة معينة وكانت خاد علىها لازم نلقوا مآثر عمرانية نلقوا وثائق حكام معينين من طرف حاكم هذه الدولة نحن في الصحراء الغربية في موريتاني في موالي لا يوجد هناك أي أي مآثر عمرانية أي ثكانات عسكرية قديمة الرومان خلوا ثكانات عسكرية في المنطقة اللي كانت خاد علىهم الإغرق كذلك الأتراك كذلك الاستعمار الإسباني خلوا ثكانات عسكرية كيف فهمني المنطقة كانت خاد علو أين هي الوثائق أين هم المبعوثين أين هم قضاتهم بالنسبة لنحن في الصحراء الغربية تكون منازعة ما بين أشخاص عندنا قضات تاريخيا علماء دين تاريخيا في الوثائق اللي عندنا في الوثائق اللي عندنا تلقى فلال فلان راني ننتواصل معاك الدكتور محمد دومير ونعطيك وثائق كوبي ما هي الأصلية غير كوبي منها دكتور محمد تلقى بسم الله أنا القاضي الفلال الفلاني المنطقة الفلال الفلانية نزاع الفلانية أين هي باسم جلالة الملك المزعومة نمشو معاهم نحن في تفكيرهم نمشو معاهم في أكذوبتهم وبالتالي هذا ليس له أساس من الصحة هذه النظرية الاستعمارية اللي يقنعوا بها روسهم الأكذوب الاستعمارية يقنعوا بها روسهم أن المنطقة كانت خالعة لهم موريتانيا كانت إمارات الصحراء الغربية كانت نظام يحكم مجموعة شيوخ قبائل كان الوثائق موجود الوثائق عند الصحراويين لا في المنطقة المحتلة ولا عند الصحراويين اللي في مخيمات لوجوف الأرض المحررة يعني هذه الأكذوبة نسفوها تاريخيا حتى الاستعمار الإسباني عندما دخل المنطقة تعامل مع القبائل الموجودة تعامل مع القبائل الموجودة حتى نظام الحكم القضائي لم يكن تابع القضاء الإسباني كان هناك قضاء تابع الشريعة الإسلامية في قضاء الصحراويين يكتب أنا نزيدك أستاذي اسمح لي قطعت كلامك سامحني جدا نزيدك راني تفكرت بأنه لو تسأل في المروق وشو تاريخ تاريخ استقلال المملك يخي راح يقولولك في ال 56 دونك في ال 56 هذا هو تاريخ الاستقلال هما يحتفلوا به سنويين على أنه هذا تاريخ الاستقلال دونك نهارة 56 انت ركز تقليت خلاص هذه الدولتك ما عندكش الحق طالب بالصحراو ما عندكش الحق طالب حتى بهذو كل الشواطئ السواحل يراهم احتلت من إسبانيا تاع سبتة ومليلية دونك لكان انت ركز تشوف أني هذه أرضك سبتة ومليلية أرضك ولا السحرة الغربية أرضك وهذه ملكك ما تعلنش استقلالك في ال 56 خرجت فرنسا وكأنها خرجتك من ولاية ولايتك الأخرى ما زالت مستعمرة تخيل انت فرنسا لو كان خرجت في 62 لو كان خرجت من باتنا تخرج من ولاية باتنا ما تقول هذه ولاية نعطيها استقلالها سكوحنا نحتفلوا بهذا التاريخ ولا ما زالت الجزائر تحت الاحتلال حتى تحرر على آخر شبر بها نقولوا هذا تاريخ الاستقلال وهذه احتفالية الاستقلال هما حاليا يحتفلوا بالاستقلال سنويا في 18 نوفمبر من كل سنة 18 نوفمبر 56 وان خرجت فرنسا خرجت وخلت الصحراء في يد الإسبان وخلت سبتة ومليلية في يد الإسبان انتم مشكلتكم أو المروك الحقيقي هو الذي وقع تحت احتلال فرنسي وإلا لما كنت تحتفل بالاستقلال تاعتبر سمى الإقليم المجاور حتى سبتة ومليلية ذرك راهوا لكانهم يعتبرهم أرض مغربية مستعمرة مفروض نقولوا لحد الآن المروك هي مملكة مستعمرة أنا لا ما زالت ما استقلتش أبقى ذركة نحي تاريخ الاستقلال وقول دول العالم كامل استقلت إلا أنا ما عنديش تاريخ استقلال وما زلت نسعى أن ينستقل وروح جاهد وفاوض واخدم الدبلوماسية واخدم حتى العمليات العسكرية إذا كنت أنت مؤمن أنه هذه أرضك الأرض ما تجيش غير بالوثيقة والطلب نعرف الجهاد من أجل استرجاع الأرض رأو مثل الجهاد من أجل حفاظ على العرض أما ذركة تروح تدير علاقات دبلوماسية مع إسبانيا والودية الكبيرة ومن بعد تقول رأي محتلت لأرضي إحنا ذركة رأي فرنسا مدرناش معها علاقات إلا بعد ما استقلت الجزائر كليا باعتبرناها دولة جديدة بسحل وكان جاءت ذركة فرنسا محتلة ولاية جزائرية راح نقول وإحنا استقلينا فهذه موضوع استقلال المروق و لمزعوم أنه في 56 ومن بعد وتظهر مطالبة بالسحر الغربية أو بسبتة ومليلية دونك مركش مستقل ولا رأي متناقض يعني هذه آراء عبثية كل يوم تخرج كلمة جديدة وفكرة جديدة شكرا دكتور محمد دومير على الإضافة على التوضيح بالنسبة بالنسبة الاستقلال استقلال دولة المخزن يري دولة المخزن تجثم على قلوب الشعب في المغرب الأقصى هي دولة فاس كانت هناك دولة فاس كانت هناك دولة مراكش كانت هناك دولة في الشمال في طنجة وفي تطوان حتى الاستعمار عندما تعامل مع المنطقة تعامل معها كتجزئ كل استعمار استعمر إمارة لم تكن هناك هذه الدولة العلوية تاريخها كله مزور كله مزور منطقة كانت خالد الاستعمار الإسباني على حدة قبل الاستعمار الإسباني والفرنسي كان هناك استعمار بورتغالي في مدينة آسفي في مدينة الجديدة مازاقان كتسمى مازاقان في مدينة موغادور صويرة ما زالت آثارها أنا الشي اللي نسول عنه ونسأل عنه مين هي آثاركم أيها المغاربة والله أيها دولة المخزن إن هي آثاركم في الصحراء الغربية لم نجد حصون لم نجد قصور لم نجد حتى نعطيك فكرة لو كان لو كان هما نظام المخزن مقتنع فقررت نفسه عن الصحراء الغربية عن الصحراء الغربية جزء منهم لو كان ملك المغرب يبني قصر في الصحراء الغربية وعود يسكن فيه كما عنده قصر في إيقادير كما عنده قصر في مراكش كما عنده قصر في الربار يعرف عن المشكل مرحلي مرحلي ثانيا الدوافع اللي خلات خلات نظام نظام المخزن يجتاح الصحراء الغربية في هذه الفترة من بينه أن دكتور محمد دومير فحص في التاريخ هذه المنطقة منطقة ساقر الحمرودي الذهب كما يسميها المؤرخين بلاد السيبة كان تأثر على الدول اللي تقوم في المغرب الأقصى دائما تأثر عليها سبب سقوطها دكتور محمد دومير بالنسبة فيما يخص مقاومة الصحراويين مقاومة جيش تحرير الصحراوي الأول اللي كان فيها السلطان أحمد الهيبة راني راني نسطر تحت كلمة السلطان أحمد الهيبة لأن تمت مبايعته من طرف سكان السلطان العليهم لكن تعرض الخديعة وهو جيش جيش تحرير الصحراوي تعرض الخديعة وكانوا أفتاو بتكفير علماء الصحراويين أفتاو بتكفير مولوك وأمراء نظام المخزن وقياده نظرا إلى أنهم لم يقوموا بمواجهة الاستعمار ولم ينشروا الجهاد وكانت هناك وثيقة وثيقة حررت في مدينة الصمارة المحتلة الآن كانت رسالة لسلطان فاس آنذاك كتب فيها نسخة نرسلها لكم ونسخة تبقى لنا وفعلا هي موجودة عن الصحراويين موجودة عن الصحراويين هيك الوثيقة كانت وثيقة ندية وتهديد وجميع الوثائق موجودة قبائل هون في الصحراة الغربية قبائل عندها وثائق مكاتبات ولا فض نزاعات مع نظام فاس ولا نظام مراكش تجد نحن حلفاء ولا مثلا تحالف مثلا ولا كيف لقنا مهادنة مهادنة في وثائق وثائق مكتبة في الجلد وكان عند الصحراويين محتفظين بها يعني هذا التاريخ المزور كامل اللي عندهم هم اللي تاريخ هذا الملفق لقى حد مختص وينقح تاريخ لهبان للعلن وكذوبتهم في المنطقة وما نطلع لكم الإخوان الكلمة شكرا في عام 1930 احتفل الفرنسيين على أرضنا في الجزائر بمئة سنة مرور مئة سنة على استعمارهم وكانت شعارتهم في هذا الوقت خلاص الجزائر والد فرنسية وما كانش حتى أمل ولا برصة في المستقبل أنه يتغير هذا الوضع وحتى احتفلوا بالخمور وداروا في 5 جولي 1930 داروا احتفاليات وطنية عارمة في الجزائر وفي فرنسا لأنه مرت مئة سنة على الاحتدار تعرف أول دولة سقطت في دول العالم الثالث كلها في أفريقيا وآسيا في الاحتدار هي الجزائر لما تكسرت الجزائر بدت بعدها طاحت كما الأخرى كما أحجرت دومينو طاحته من بعدها لكن بعد المئة سنة هذه زادوا ثلاثين سنة أخرى وسبحان الله مستحيل الباطل يدوم هذه أرض محتلة أرضكم محتلة هذا زمن مش بعيد بالنسبة لعمر الأمم ما زال قدامكم وقت باش تبنوا الأمة الصحراوية وتبنوا الوطن الصحراوي في ظروف تكون أفضل إن شاء الله ونظن أول تحدي اقتصادي ولا أول تحدي سياسي تتعرض له المروق راح تنسحب بكل بساطة من أرض الصحراء فقط مسألة وقت مسألة ظروف ليقدروا يستغلوها الصحراويين مرار كما مش مستعدين أنهم يبقوا متمسكين بالصحراء ما قدروا يرجعوا فيه فقط يقول لك ذرك لو كاننا نسحب يدي من الصحراء كيف راح نقابل شعبي هو يكذب عليهم يوميا في الإعلام الصحراء المغربية المغربية أكيد رأوا مرات يحس أنه تورط هذا النظام في قضية الصحراء وإلا لكان نسحب منها وفضل الموضوع باقي الموضوع موضوع زعم حفاظ على كبرياء لكن يتجين هاروين يتعرضوا للضغط الكافي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلى الصعي الدولي ويرجعوا وهم خائبين إن شاء الله فالحق ما يتغطى أخويا بالتوفيق لكم أهلنا في الصحر الغرب دكتور محمد دومير الإشكالية الإشكالية اللي نعيشها إحنا في المغرب العربي وشمال إخريقية كل واحد يحب يسميها كيف أبغى أنه عندنا القدر أعطانا هذا الجار عميل للسعمار إشكالية أنا عندي عندي الإشكالية أكثر من الاستقلال عندي عندي المشكل في تواجد هذا النظام يا أخوة يا أخوة الجزارين والله لو كان شفتوا هولهم غار برهم يستاهلوا اللي يحيد عنهم هذا الطوق يحيد عنهم هذه أغلى العبودية والله يبقوا فيك يوجعوك في الخاطر ناس لي لي لله مغلوب على أمرهم بالنسبة المقاومة اللي كان يقول الأخ غريب الأخ اللي رافع يده الآن مقاومة الأطلس مقاومة الأطلس كانت بقيادة القاعد موحة وحموز ضياني وكان تمرد على نظام فاس على إمارة فاس كان تمرد لها وكانوا استعانوا بالفرنسيين وبالتالي خمدوا هيك الانتفاضة هي كانت انتفاضة مسلحة ثورة مسلحة كانت قيادة القاعد موحة وحموز ضياني وزور نظام فاس إمارة فاس زوروا التاريخ زوروا عن بكرة أبيه والآن هذه الجنود اللي يدخوها في الصحراء أراها غالبيتها الجنود العادية اللي يتم إرسالها المقبرة في الصحراء الصحراء كانت مقبرة لهم اللي يتم إرسالها تنحادر من هذه المنطقة أغلبية الجنود هلنلقاهم أغلبية الجنود الغالبية 70% من الجيش المخزني ينحادروا من هي المنطقة من منطقة الأطلس تخوفا تخوفا من انتفاضة ولا من ثورة وتم تفقير هذه المنطقة وتم تفقيرها وتم تغييرها ديمغرافيا هذه المنطقة لكم الكلمة الأخوة غريب تفضل السلام عليكم أنا حبيت نوضح واحد النقطة وهذا النقطة يعني تتبعوني بالعقل البرك شوفوا فيها التزوير والإذلال التزوير للتاريخ المروكي والإذلال للشعب هو كنا نعلمه باللي تفضل الأخ دومير قال باللي عيد الاستقلال الذي يحتفل به في المروك إلى يومنا هذا هو 18 نوفمبر والحقيقة على 18 نوفمبر هو تولي العرش لمحمد الخامس كان عيد العرش منتاع محمد الخامس لما توفى محمد الخامس جاء عيد العرش منتاع الحسن الثاني جاء ثلاثة مارس كي جاء ثلاثة مارس ثلاثة مارس وخمسة والله ستة مارس عيد الاستقلال اللي وافقت به فرنسا باش تنهي الحماية تزامنا مع عيد العرش انتاع الحسن الثاني يعني من ستة وخمسين حتى انتوفى محمد الخامس كانوا يحتافلوا بستة مارس أو خمسة مارس الله علم الله ستة مارس عيد الاستقلال و18 نوفمبر عيد العرش تعمى محمد الخامس كي توفى محمد الخامس كيف يعقل لدولة تحتافل خمس سنوات بتاريخ ستة مارس اللي راح بعيد على نوفمبر اللي هو عيد العرش بعيد الاستقلال ولما جاء ووليده ملك ولازم يحتفل بعيد عرشه اللي تزامن ثلاثة مارس موش بعيد على ستة مارس راح دي بلاسا الحسن الثاني عيد الاستقلال بثمنتاش نوفمبر باش ما يطيحش مع عيد العرش بتاعه لان عيد العرش اكبر من الاستقلال وكذب على المغاربة وتواطعوا معاه الاكاديميين والمخزانيين وكلش كوم كوا ثمنتاش نوفمبر هو تقديم الواثيقة نهاية الحماية يعني اختزلوا الواطنية في عائلة السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 18 نوفمبر ماهوش تاريخ تقديم الوثيقة اللي استدلى به حسن الثاني باش يبعد عيد العرش تاروى مارس على الستة مارس دي كان عيد الاستقلال أي عقل دولة يا المراركة يا اللي بوزات دي سيوجي أني نخاطب فيكم على بالي متر قدوشكم ما تسمعوناش أي عقل دولة تحتفل خمس سنوات في تاريخها من 56 حتى 62 تحتفل بتاريخ عيد استقلالها ومن بعد خمس سنوات تتبدل لادات وزيدوا الطيحة في لادات انتع بابا وريا قدين بوزات دي سيجي دي سيجي دي روا حشل يعني الاهرار انتع الريف والجمهورية الريفية وأحفاد عبد الكريم الخطابي اللي فيهم يعني فيه قليلة اللي اللي مزات تقاوم ومزات يعني ضد هذا النظام الملكي انتع العالويين اللي ان شاء الله يعني يتوج بإعلان الجمهورية جمهورية الريف على كل حال يعني هذا الموضوع يعني تكلم فيه رات طول دومير وفصل فيه ذاني الكولونان مبروك باللعلة يعني العادو الأول يعني للمراريك ومش بدهم يعني بالتاريخ وبالوثائح وبالأدلة أنه تاريخهم فعلا مزور وما هم إلا مرتزقة ويعني وناس دمويين وقطاع طرق عمرهم لا كانوا دولة دايما يطلبوا الحماية تفضل دكتور دومير وعندك ترجمة نانسي قنقر